مرحبا برج الأسد برج الأسد الشريك يعتقد بأن أنت لن تعطي فرصة ثانية يراك أنك ممتنع عنه أو يعتقد على الأقل يعتقد أنك ممتنع عنه بسبب لحد الآن أنت قاعد تتذكر الأمور اللي سواها فيك أو الأذية اللي أذاك إياها في السابق فهو يريد أو يرغب بفرصة ثانية معاك ولكن أحس أن أنت لديك أشخاص آخرين في حياتك لديك خيارات ثانية وأيضا يراك أنت شخص تطالبه بالتغيير كأنما أنت هنا تقول له عشان أرجع لك لازم الوضع يتحسن أفضل من السابق ويعرف هو في قرارة نفسه عند كارت العالمة أنه من أجل أن يرجع في حياتك أو تعطي فرصة ثانية لازم يكون في تغيير حقيقي هذا الشخص لحد الآن لم يستطع تحقيق التغيير ما قدر يتغير ما قدر يطور من نفسه يتحسن يتوقف عن الخيانة يضبط أموره يقف في وجه أهله لحد الآن ما قام بالأمور اللي المفروض يسويها عشان يستطيع أن يأتي على أعتابك مرة ثانية فكأنه ما هني هو تدرش أنه قاعد يسوي يريد أن يعالج الموضوع بشكل سطحي معاك ولكن يراك فعلا أنت تطالبه يعني أنت ناضج عارف حقيقة وضعه عارف أنه لحد الآن ما تغير ووافق وممتنع عنا واثق بما معناه أنه أنت ما راح ترجع له إلا عندما ترى تغييرات حقيقية هو يراك هكذا يرى أن الثمن عشان تكونون مع بعض هو التغيير الحقيقي ولكن هو لحد الآن مش قادر ولا يستطيع أن يقوم بهذه التغييرات بينه وبين نفسه أشوفه هنا لا يمتلك الشجاعة في أشخاص في حياته محتاج أن يقف بوجههم في أمور لازم يصلحها في علاقات لازم ينهيها أنت تطالب بهذا الشيء يراك أنت في الفترة القادمة الشخص لن تتنازل إلا عندما يتحقق أو تتحقق هذه الشروط اللي بعده خلينا نشوف ما هي خطوطة القادمة تجاهك أو تجاه العلاقة وثمانية الأخصان خطوة القادمة بالتجاهك أنه رح يحاول يرجع إليك أنزين كأنما هنا بدل أن يقوم بالتغييرات الحقيقية رح يضع غطاء على الموضوع رح يحاول أنه يضع غشاوة على عينيك أو يمهمك أنه تغير ولكن خطوة القادمة أنه سيرجع إلى حياتك مرة أخرى يتواصل معاك يتصل فيك أنزين أنت هنا في وضع الراحة يا برج الأسد مرتاح مسترخي تبحث عن طريقة عشان تخرج من الموضوع أو تنسى أشوفك هنا كأنما تبحث في نفسك طريقة لتنسى هذا الشخص في اللحظة اللي أنت بدأت تتشافى أو تتعافى منها رح تشوفه على طول راجع إلى حياتك وراجع بقوة فكأنما هنا بدل أن يقوم بالتغييرات الحقيقية احتمال أنه أيضا كان بخيل معك في السابق رح يحاول أنه يهمك أنه تغير شلون؟ بالأموال عندنا كارت الساحر الساحر لما تكون طاقته سلبية هو كارت المتلاعب يتلاعب يستطيع عنده التلاعب بجميع العناصر من أجل يقنعك أنه حدث في تغيير حقيقي من أجل أن يقنعك أنه يستطيع أن يعطيك شيء يوفر لك الحياة الرغيدة يوفر لك الاستقرار في الزواج في العلاقة يوفر لك مثلا إنسان صادق ما يخون يوفر لك إنسان تعتمد عليه ولكن في حقيقة الوضع هو مجرد شخص راجع وبدل أن يقوم بالتغييرات الحقيقية المؤلمة هو فقط سيحاول مثل ما قلوني يضع بهارات أو يحسن من الوضع احتمال أنه يعرض عليك أموال يعرض عليك زواج فلما يعرض عليك هذا الشيء أنت هنا إحذار يا برج الأسد لأنه ما رح يعرض عليك وهذا الشيء يكون نابع من تغيير أو من مثلا الأمور اللي هني اللي تخلى عنها ما رح يتخلى عنها مجرد وهم فكأنما أنت هنا لك النصيحة أن تأخذ الأكواب أوكي تأخذ القصة الحكاية التلاعب اللي هو يعرض عليك في الفترة القادمة وتكبه تصب الماء مرة ثانية في النهر لأن هذا الماء لأن هذا الشخص بهذا الوضع لا يخدمك أشوفي هنا عندك أيضا عندك طاقة أن هذا الشخص جيد وهذا الشخص طيب ولكن اختياراتها دائما خاطئة لما تكون معا أنت في العلاقة اختياراتها تؤثر عليك وعليه فلا تقبل هناك أنما النصيحة لك لا تقبل رجوعه فقط من أجل أنه قاعد يعرض عليك عرض جديد أو رجوع أنت محتاج أن تشيل الغشاو عن الوضع وفعلا تعاين هل هو تغير هل هو سيظل مثلا يسمح للآخرين بالتدخل في حياتنا هل سيظل هو مثلا ما يدافع عني أمام الأهل أمام الأصدقاء هذا النوع وآخر سؤال ما هي خطوة القادمة لا سوري ما الذي يخفيه الحبيب وثلاثة الأخصان الذي يخفيه عنك الشريك أنه هو في فترة الانفصال في فترة انهدام العلاقة اللي بينكم أو الزواج هو كان جدا مرتاح هو كان يشعر بحرية وسعادة لم يحس فيهم من زمان نقطة واحد نقطة اثنين أن هذا الشخص كأنما هني قاعد يقول بينه وبين نفسه أنا أستطيع أن أحافظ على مستواي الاجتماعي على سعادتي على مثلا حتى أموالي ودخلي وراحتي بعيدا عن برج الأسد أنا ما أحتاج برج الأسد عشان أنجز هاي الأمور لحياتي وهذا هو كرتك أنت الشمس احتمال جدا أنك تتعامل مع شخص برج ترابي أو هوائي برج الأسد أنزين اللي قاعد يخفيه عنك أنه هو أيضا هنا عندنا خمسة الأخصان وثلاثة الأخصان مع بعض هذا الشخص يعرف أنه وجوده أو رجوعه لحياتك هذا اللي قاعد يخفيه أنه عندما يرجع إلى حياتك يعرف أنه ما راح يتخلى عن الأشخاص الثانيين خياراته الأخرى راح يظل يحافظ عليهم ودائما راح تكون العلاقة معاه فيها تنافس فيها تنافس ولكن كأنما هو يقول لك أنت لا تتنافس يا برج الأسد أنت لا تتنافس أنت تقبل الوضع تقبل الوضع أن أنا إنسان أحب يكون عندي خيارات وخياراتي مفتوحة أحب حريتي الخاصة وإن كان بيني وبينك فيه استقرار فيه زواج فيه حب فيه أطفال فيه علاقة جدا لها مستقبل جميل ولكن كل هذا معرض ومهدد بالسقوط إذا أنت يا برج الأسد ما تقبلت الواقع كأنما يقول لك أنا دائما راح أظل لحوم في حياتك دائما راح يكون فيه رجوع دائما راح أظل معلقك معاي أنزين ودائما أيضا راح يكون فيه في حياتي خيارات أشخاص ثانين هذا ستظل حقيقة يا برج الأسد كل اللي لازم أنت تسوي هذا هو ما يقول لي كل اللي أنت لازم تسوي أن تتوقف عن التنافس تتوقف عن أن تطالبني بأن أتغير تطالبني مثلا أن ما يكون عندي علاقات أخرى تطالبني بأن أكبت حريتي تطالبني أن أكون صادق معاك تقبل وتفائل تقبل الواقع تقبلنا هذا أنت حبيت أنت حبيتني وأنا حبيتك ولكن هذه هي طبيعتي هذا هو ما يخفيه الشرك ننتقل بعدها إلى قراءة العزاب العزاب من الشخص القادم في طريقك عندنا كرت الشيطان احتمال كبير أنه هو شخص من برج الجدي خمسة الأكوال فارس النار فارس الماء وكرت عجلة الحظ الشخص القادم في طريقك أتوقع أنه شخص من برج الجدي أو من برج السرطان العقرب أو الحود ولكن هذا الشخص اللي قادم رح يكون أمام عوائق وعقبات ليست متعلقة فيك أنت أكثر من ما شا يقول لك القصة رح تجري كما التالي هو رح يكون يحاول رأاك واختارك يحاول أن يدخل حياتك رح يكون إما أنت في حياتك شخص تريد أن تلاحقه كأنما هو يريد أن يلاحقك وأن تلاحق شخص ثاني شخص جلب من الماضي جلب لك الكثير من الخسارة الآلام الأوهام شخص أبدا علاقتك ما استقرت معه دائما كنت تخسر مهما تحاول تفشل ممكن يكون الأبراج الترابية أو الأبراج المائية ولكن أنت كأنما هو يريد صار لفترة أنزين صار لفترة احتمال أيضا أنه هو يلاحقك وأنت تلاحق هنا الشيطان مع خمسة الأكواب كأنما هو سراب من الماضي سراب يوم من الأيام كان حقيقة ولكن حاليا ودائما سيظل سراب مهما تلاحقه أنت بالفارس السريع هذه طاقتك أنت يا برج الأسد مهما تلاحقه ما راح تصل إلى مكان هو فيه حقيقة لأنه عندنا كرة الشيطان الأوهام أنت لاحق وهم وهذا الشخص يلاحقك أشوف أن شخص احتمال عن طريق معرفة أهل شافك معرفة معرفة رسمية معرفة عمل دراسة أهل لقاء لقاء الأقرباء أو حتى لقاء الأصدقاء هو لاحظك وإنت احتمال أيضا ستلاحظه ولكن أنت عينك على شخص ثاني هذا شخص بنيتا متوسطة طولة أيضا المتوسط احتمال أن يكون شوية عنده وزن زائد أوكي الشخص جاد في عمل جدا جاد في عمل يهتم يهتم جدا بأن يوفر المادة ولكن مو من أجل نفسها من أجل الأشخاص في حياته إذا كنت ترغب فعلا بالاستقرار إذا كنت ترغب بأن تحصل على شخص أنت استحقه هذا هو الشخص ولكن اللي قاعد يصير أن تلاحق شخص ثاني وهو يحاول أن يسترعي اهتمامك أيضا أشوف كأنما هنا هو توقف لوهله اهتمامك لتقيت هذا الشخص أو ستلتقي فيه قريبا هو توقف عن المحاولة أو محاولة اللحق بك قاعد ينتظر الوقت المناسب قاعد ينتظرك أنت تكتشف مرة أخرى أن هذا الشخص اللي تلاحق عبارة عن وهم إما أنك تلاحق شيء حلم رغبة معينة مو فقط شخص قاعد تلاحق شيء عبارة عن وهم هو يستطيع أن يرى هذا الشيء لأنه بيد الكوب الكوب نستطيع أن نرى فيه أحوال العالم هو يرى أو نظرته للأمور أكثر منك ولكن ينتظرك أن تدرك هذه الحقيقة عشان يدخل في حياتك مرة أخرى احتمال جدا أن يكون شخص يميل إلى السمارة أوكي أكبر منك سنة ولكن أعزب لحد الآن لم يرتبط أو لم يسبق له الارتباط اللي بعدها كيف تتعامل معه هذا الشخص مثل ما قد لك جدا جاد لستطيع الاعتماد عليه ولكن احتمال لا يمتلك نفس الشغف اللي أنت امتلكه يا برج الأسد هو جاد أكثر أنت شوفك هني مرح أكثر وتحب المغامرات كيف تتعامل معه فارس السيوف عليك التوقف عن الهرب والمواجهة الساحر تسعة السيوف لا تخاف انزين كأنه ما مو قد لك أنت هنا متوجه رايح لشخص ثاني رايح لدرب ثاني مو عيب لازم تترك هنا أنه مو عيب ومو غلط أنه احنا نعترف أن جهودنا لم تثمر في مجال معين مع شخص معين مو عيب عندما نواجه نفسنا بهذه الحقيقة ومو عيب لما نتوقف ونلف ونغير وجهتنا خصوصا عندما يحدث شي طارئ كأنما سيحدث شي طارئ أو تدرك حقيقة وضعك مع الشخص الثاني أو الشي الثاني على الجهة الثانية وآخر شي عندنا السيف الأول كيف تتعامل معه؟ محتاج أنت أول شي طاقة المواجهة طاقة عدم الخوف طاقة المصارحة طاقة اللي بدل أن تهرب أنزين؟ بدل أن تهرب مو شرط أنك قاعد تهرب من الحب أو من الارتباط نفسي أشوفك هنا يتهرب من هذا الشخص بالذات في شخص صار لفترة يحاول أو سيحاول إذا لحد الآن ما دخل حياتك هو سيحاول استمالة قلبك لكن كأنما أنت هنا قاعد تتعلل وتحط أعذار أنك مشغول بأمور ثانية أنت محتاج طاقة المواجهة طاقة الاستعداد تكون واستعد أن تقابله في منتصف الطريق وإيضا عندنا كارت الساحر اسمح له أن يثبت نفسه أعطاه فرصة من أجل إثبات النفس الساحر في النهاية هو يملك كل العناصر ولكن إذا ما كان يستطيع القيام بالحيل اللي المفروض يقوم فيها باستخدام العناصر اللي عنده ما في فائدة أعطاه فرصة مثل ما عطيت غيره فرصة في السابق يا برج الأسد عشان وأيضا هنا يقول لك أنه لا تخاف من لا تخاف من التغيير أنت عندك طاقة الفرصان طاقة التغيير إذا كنت تترقب شخص جديد في حياتك رح يكون في تغييرات كبيرة في وجهتك احتمال إذا أنت كنت تريد الدراسة تريد الانتقال إلى عمل جديد تريد البدء في مشروع جديد دخول هذا الشخص في حياتك رح يغير مسار المسار اللي أنت حط في بالك خليك مرن من أجل أن تستطيع أن تلاقيه في منتصف الطريق هذا الشخص أشوفه كأنه ما يتطلع إلى أن يعلن علاقتكم أو ارتباطكم سريعا قلت لك هنا نعم عليك بطاقة المواجهة ولكن نصيحة لك بأن الارتباط نفسه أو أن تكون العلاقة تظهر علنيا حتى إذا التقيت معه وعطيت فرصة لا تسمح للعلاقة أن تكون علنية بسرعة لأن هذا الشيء رح يجلب لك القلق حافظ على خصوصية العلاقة أنزين وهني عندك انتظر التوقيت المناسب الفرصة المناسبة الدقة السيف لما يقع تحت عجلة الحظ يعني لنا الدقة في التوقيت في الظروف اللي نختارها من أجل نخبر الناس أنه عندنا علاقة مع الشخص الفلاني أننا نريد الارضباط بالشخص الفلاني حتى ما أن يكون مثل ما قلت لك حوت عقرب أو سرطان أنزين وانت هنا متوجه أشوفك إما إلى الأمور المادية أو إلى شخص من الأبراج الترابية أنزين كن دقيق في اختيار الوقت من أجل إعلان العلاقة هذا طبعا في المستقبل البعيد ولكن الأول شيء محتاج تسوي عشان تتعامل معه أن تتوقف عن الهرب وتغير وجهتك محتاج أن تقوم بتغييرات عشان تستطيع أن تسمح لهذا الشخص أن يدخل حياتك آخر مجموعة هي المرتبطين لما أقول مرتبطين ممكن أقصد مرتبطين في علاقة أو زواج أو حتى خطوبة أول سؤال كيف يراك الشريك الساحر عجلة الحظ ملك الأرض الشمس كرت برج الأسد يعني يراك في عنصرك أنت ناضج في عنصرك سبعة الأخصان برج الأسد شريكك في الفترة القادمة معجب جدا بطريقتك في إدارة المنزل خصوصا العقبات التي تواجهونها في العلاقة وكأنما هو هنا يوفر لك عنصر الاستقرار احتمالنا برجة رابي جديد ثور عذراء برجة رابي يحب أن أنت دائما اللي تأخذ طاقة الساحر طاقة الساحر هي طاقة أننا نعمل المستحيل مع بعض نعمل المستحيل دائما الطاقة الأرضية هي أن نعمل ما نستطيع ولكن عندك أنت طموح زيادة شغف زيادة طاقة ساحر طاقة مهما كان الأمر صعب رح نتجاوز مهما كانت الإجراءات صعبة عشان مثلا نفتح المشروع عشان مثلا نحاول نحن الحمل في النهاية عندك تمسك جدا برغباتك هو معجب بهذا الشيء لأنما هو هني دائما في طاقته أشوفها الأرضية وإن كان مو برج درابي ولكن طاقة الأرضية دائما تخلي يحاول أن يحافظ على الأمور مثل ما هي عليه أنت لتدفع إلى التغيير بطاقتك النارية هو جدا معجب بهذا الجانب زين وأيضا يراك أن أنت ستكون الوالد أو الوالدة المثاليين لأبناء في المستقبل يعني هو هني كأنه ما قاعد يفكر أن دائما الناس يطالبون بأن يجد لنفسه شريك مثل متزن أو مستقر أو تقليدي طاقة الترابية طاقة تقليدية ولكن هو معجب بأنك شلون أنت مختلف عنه أو كيف رح تستطيع أن تجلب الأمور اللي ناقصة في شخصيته إلى الشراكة اللي بينكم الاختلاف هو ما يجذبه فيك وأيضا أن أنت تعرف أين تضع الأشخاص في مكانهم الصحيح هو معجب بأن أنت ما تسمح للآخرين بالتدخل بأن أنت مستقل فكريا وحتى في التصرفات جدا يحب هذا الطبع فيك أن أنت لا تسمح لأي شخص مجرد يدخل في حياتك يعطيك تعليمات ويقول لك شورا تعيش حياتك تعيش حياتك على شروطك الخاصة هذا هي كيف يراك ما هي نقاط قوتك أنت على الشريك أو معه نقاط قوتك ستة الأكواب ستة الأكواب يحس أنه يعرفك من زمان يحس أن أنت تتكلم معه بدون أن تتكلم معه تفهمه بدون أن يتكلم بالنظرة كأنه ما هني تواصل روح جدا عميق بينكم ما يحتاج أنه يتصرف أو يتحرك أو حتى يطلب منك أن أن تقوم بالشي الفلاني عشان أن تقوم فيه أنت هني تفهمها على الطاير تفهمه على الطاير هو جدا أو هذه هي من نقاط قوتك في العلاقة تعرف عندك حسن اختيار للفرص وأيضا تدبير المنزل تدبير المنزل تدبير الأمور عندك حسن اختيار تعرف كيف تمشي أمورك سواء في الحياة في المجتمع في الجهات الرسمية تعرف شلون تحصل على ما تريد بأقل خسائر ممكنة السيف أنت تجلب طاقة السيف إلى العلاقة طاقة السيف هي طاقة التفكير هنا يشوفك أو من نقاط قوتك أن أنت متحرر أو مستقل فكريا قلت لك ما تنتظر الآخرين يعطونك تعليمات أو تسمح لهم أن يخبرونك شلون تعيش حياتك وأيضا دائما الحب بينكم متجدد أبدا العلاقة ما تصبح مملة أو رتيبة بينكم دائما في شعلة جديدة عرض جديد عندك طاقة جميلة تستطيع أن تجدد فيها العلاقة على طول وأخيرا ست الأخصان من نقاط قوتك أن أنت هو الشخص اللي أمام الناس يستطيع فعلا أن يصفك بأنك شريك أنت الشخص اللي جدا شوف هو يراك أن أنت جدا ستة أكواب ضد ستة أخصان يراك أن أنت جدا واثق من نفسك لأن أنت لأمام الملأ راح تكون سعيد بالنسبة لها عندما ينجح عرفت أنت مرتاح وواثق بالنفسك بحيث حتى لو هو نجح هناك أنه يمتلك طاقة ملك الأرض هناك أنه يقول لك أيضا أو من نقاط قوتك أن أنت نجاح شريكك في الوظيفة أو المادي ما يزعزع فقط بالعلاقة أو ما يخليك من الآخرين من نفسك هل أنا جيد بما فيه الكفاية بما أن شريكي حصل على منصب جديد هل الشريك سيتغير علي مثلا بما أن هو حصل على أو نجح في مشروع معين واثق من نفسك ومرتاح مع نفسك بحيث أن هذا الشيء لا يزعزع علاقتكم هذا من نقاط قوتك إذن خلي نقول ماذا تفعل لكي تطور العلاقة أو تحافظ عليها ثمان الثمان الأخصان سبع الأكواب وأربعة الخماسيات عشان تطور العلاقة أنت محتاج يا برج الأسد أن تلعب على مناطق القوة في شخصيتك أو في برجك أولا مثل ما قلت لك عندك ثقة هني مو سهل أنك تتزعزع أن الآخرين يقولون كلام في إذنك وتسمعه ويخوفك من علاقتك مع الشريك هني يقول لك كأنما في المستقبل احذر وحافظ لأن الكلام اللي يأتيك من الآخرين الأشياء السلبية اللي يحاولون يخوفونك بها أو يزعزعون علاقتك بشريك احرص أنه هي ما تدخل إلى حتى محيط طاقتك بما معنى تدخل من إذن وتخرج من الإذن الثانية ما تغير مسارك مع الشريك ما تغير علاقتك معه هذه هي أول أول نقطة النقطة الثانية كأنما اهني شريكك أو عشان تحافظ على العلاقة أنت اللي لازم تأخذ الجانب المائي جانب الحب المشاعر المبادرات خلا نروح مطعم خلا نسوي كذا خلا نقوم بكذا لازم أنت اللي تأخذ طاقة المبادرة يا برج الأسد كأنما الشريك رح يكون مركز على الجانب المالي المادي وجانب الوظيفة والاستقرار فحرص أن أنت اللي دائما تجلب الحب الجديد الدعوة الغزل الكلام المعسول إلى العلاقة وفي نفس الوقت قلت لك أنت محتاج جدا إلى جرب حماية من البيئة ومن الأشخاص اللي يحاولون التدخل في حياتك وعندك أيضا هنا طاقة أربع الخماسيات تعني أن خلك هنا كأنما مثل ما أقلت لك شريك ينتظر نجاح في المستقبل نجاح مادي مالي على صعيد الوظيفة أو المشروع أو حتى الورث فهني يقول لك أنت اللي رح تكون مسؤوليتك أن تحافظ على الأموال أن تكون يعني مدبر جيد مو مثلا لأن شريك حصل على أموال كثيرة جديدة قادمة في طريقة أنت تروح تزيد المصاريف أو تبتدي تصرف بشكل أكثر تزيد تقول بما أنه عندنا مثلا بذل الواحد صار ألف خلنا أصرف أكثر أنت محتاج طاقة المحافظة على مصاريفنا كما هي عندما أيضا أنه ما نسمح للإغراءات تدخل حياتنا احذر في المستقبل أنه أنت تزيد المصاريف أكثر أكثر الهدف قدر ترجمة نانسي قنقر شكرا